السلام عليكم هذا السيد من السلطة والجاه والنفوذ والمال الى الحبس لمدة عشر سنوات كاملة هذا هو المصير لكي تسناه عبد الواحد خلوقي رئيس المجلس الاقليمي دي المدينة سيدي سليمان واللي كان متابعة في حالة صراح من حواري خمس سنين او سبع سنين هذي ضربوه بعشر سنين دي الحبس في المرحلة الاستئنافية وايدوها لي ومن المشى المحكمة النقد هو كله امل باش يتم الغاء المحاكمة ويرجعوه تحاكم من جديد لعله واسا ياخد البراءة كيف خداها في المرحلة الابتدائية او على الاقل شي حكم مخفف رفضوا ليه النقد هذا الشيء للبراءة وهذا الشي يعني ان السيد ما بقيت امامه الا ايام قليلة معدودات جدا ويتم يلقى القبض عليه ويداءه في السجن وهذا الشيء لما كانت عناصر لاب بي جي دي الجدارمية خارجها من دواك تقلب عليه وخشي معلومات راجد البارح هو البارح كتقول بان هذا السيد طار اهرب لفرنسا في الوقت اللي كانت فيه لهذه المحكمة النقد كانت تقبل قرار دياله واش هاتش صحيح واش فعلا الخلوقي هرب لفرنسا واش غادي تشد او ما غايت تشدش واشنو اللي وقع له في الضبط حتى تمت المتابعة دياله مع هاتل عصابة علما ان الملف كيف قلت لكم ما عندوش علاقة بتسيير الشعل لهم ولكن الامر كيتعلق طبع عصابة اجرامية خطيرة ديال النصب الاحتيال تزوير ومشاكل اخرى كثيرة وهذه هي العصابة اللي تشهرت في منطقة الغربي عصابة الاوروطي هتشعل من اسم وشعل من شخصية هاتش كله سنعرفوه في حلقة اليوم ولكن ديروا اللازم باش تجعو هاد المحتوى ديروا لايك وبرتاج ولي ما زال مشعب ونا معانا يدير شتيرك القناة باش يبقي توصل بالجديد ديرنا دائما التفاصيل دير هاد الملف الخطير بدأت من اللي تذكر اسم هاتسير عبد الواحد خلوقي رئيس مجلس جماعة سيدي سليمان في الملف ديال شبكة اجرامية خطيرة بصيف شو واحد من افراد العصابة كذلك خرشي واحد من افراد العصابة اللي سبق ليه بشد والتحكم بخمسة عشر عام وقال بان الخلوقي هو اخوهم تورطين وهاد الاقوال اكدها هاد المتهم امام الضارك الملاكي امام قاضي التحقيق النيابة العامة وحتهيت المحكمة ديال جنايات القناة القاضية بدأت في سنة الفين وخمسة عشر يعني شي تسع زنين هذي ملي تمت المتابعة ديال الخلوقي بيتوهم التكوين عصابة اجرامية مع شي حداشر واحد تقريبا من افراد العصابة واللي فرقت عليهم المحكمة مية وعشرين عام ديال الحبس الا الخلوقي هذا بوحده اللي اخذ البراءة في المرحلة الابتدائية هذا الملف من البداية دياله هو كيعرف تطورات مثيرة جدا فهم اللي يدوزوه باش يتحاكم في المرحلة الابتدائية اخذ البراءة قالوا لي انت باريء ما عندك والو الضوصي ديالك هاوي او انه اخذ البراءة ربما لسبب اخر مثلا شي داري القوي عليه ما كانش والله اعلم ولكن النهار اللي جابه الخلوقي باش يتحاكم امام الغرفة الاستئنافية ديال الجنايات دار طالب الرئيس المحكمة الرئيس الاول وقال لي بغيتك تغير لي الهيئة القضائية كاملة بغيت هيئة اخرى ماشي هذه اللي بغيت حاكم ندامه ربما الشي سبب من الاسباب ورئيس المحكمة استاجب الطالب دياله وكلف هيئة قضائية اخرى بهذا الملف قال لي حقك هذا ما كانش لمشكين ولكن النتيجة كانت هي هي في نفس الوقت ديال المحاكمة جاء العامل ديال المدينة ودار به شكاية المحكمة الإدارية وطلب العزل دياله وقال ليه ومش الدين عليه اضواصة خطيرة جدا ديال نهب المال الام خصوصا ديال تقرير ديال فوضات المجلس الاعلى للحسابات جمعوا عليه المحاكمة من بعد هذا الشي كله جاءت مرحلة الاستئناف ومش اخونا كيجري على راسه وكيوجد في الملفات باش ياخد البراءة ولكن من بعد جالسات عديدة ضربوه بعشر سنين ديال السجن النافذ يعني حكم البراءة اللي كان في الابتداء يتبخر وطار وجاءت بلاصة وعقوبة السجن النافذ لمدة عقد من الزمن وهنا بقى عليه باب واحد ديال الامل هو باب محكمة النقد وهذه المحكمة سدت هذا الباب في وجه وغير البلاد من اللي رفضت لي طالب النقد وبالتالي ولات العقوبة السجنية نهائية ما يتفكش منه يعني غيري وجد راس وباش يدوز هذه العقوبة اللي مغادية التالي حتى الالفين وربعة وثلاثين يعني ربع سنين من بعد ميسا للموندير ولكن الخلوقي البارح خرج بتصريح متيرة لموقع اشكين وقال اتفاجأت وستغربت بهذا الحكم لان المحكمة الابتدائية سبق لها وعطاتني البارحة الخلوقي زدكي اكد وقال بان محكمة النقد قبلت جميع طالبات ديال النقد لكل متهمين افراد العصابة اللي كانوا مجدودين ولعدد ديالهم 11 رواحل هادو اللي اخدوه 120 عام ديال الحقس ولكن هو بوحدو اللي رفضت لي طالب النقد علاش ما قلش المهم القيادة دي الحزب الاتحاد دوستوري اكد للصحافة بان هاد المتابعات القضائية والتواب بداش كتلاحقوا من نهار دخل للسياسة وبدأ بوحد الصراع السياسي موحد الشخصية نافدة في المنطقة ديال الغرب الخلوقي زدكي اكد بانه غادي العب اخر وراق وهي طالب اعادة النظر في الحكم باش ما يتمش تنفيذ عقوبة السجن لمدة عشر سنوات وقال بانه لا تم رفض احتها الطالب فغادي يتبقى عنده خطوة واحدة وهي يلجأ الى الملك محمد السادس الخلوقي هو عضو ديال المكتب السياسي لحزب الاتحاد دوستوري ورئيس المجلس الاقليمي ديال عمالات سيدي سليمان وقامل المال ديال الجامعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات العمالات والاقادم ولكن بزاف ديال ناس كيتساءلوا شنه هي هاد اللغز هاد العصابة ديال الاورو وشنه وقع بالضبط نجيو نقال هاد الموضوع المهم اي موضوع اسرار عصابة الاورو الاسم اللي كانت يخلق الرعب لها ولكن القصص دائما كانت كتسالة مور الحيطان ديال المحاكم والسجون شنه هي القصص كيفش القالب ديال هاد العصابة وشنه كانت كتدير وشنه هي الجرائم اللي يرتاكبت عصابة الاورو كانت كتتروع رجال الاعمال والاترية وكانت سرق منهم الملايين الملايين الصحيحة تحت تهديد بالسواطع القصص بدات من اللي تدرك الملكي ديال سارية الغرب كانت ينسق مع الفارقة الوطنية ديال الابحاة القضائية ونجحوا في إيقاف زائم عصابة إجرامية خطيرة تبين بأنها كانت كتتنصب على الاترياء باستعمال عملة الاورو هذه العصابة كانت كتتخشارت ضحايا ديالها بعناية وضيقة رجال أعمال اترياء وتجار كبار كانوا يغريوهم بعروض خيالية باش يبدلوا الفلوس اللي عندهم بالاورو بسعر أقل من الصح مثلا كانوا يجيوا ويقول لها عندنا باليزة ديال الاورو فيها مليار ديال الاورو وما عندنا كيفاش نصرفوها وبغينا ايه واحد العشرة المليون والعشرين ويدي الباليزة كاملة ولكن الحق اشنو كان كل الأمر عبارة على مجرد فخ ثوروا معايا وحد حاله اللي شاء عليها هذه القصة رجل أعمال جاي من المدينة المضيق في الشامل ووصل عند الامن ديال القنيطرة وقال لهم بأنه تعرض لاعتداء بالضرب والجرح وصرقوا ليه عشرات يليل مليون سنتيم في حد الغابع بمنطقة القصيمية في الغرب اعترف اللي بوليس وقال ليهم بالفعل كنت باغين بدل الفلوس بالاورو ولكن العصابة ستدرجاتني لما كان منعزل وصرقتني تحت التهديد يعني العصابة كانت كنت نصبي أسلوب احترافي وكتركز فقط على الأماكن الخالية باش تنفط الجرائم دياله هذه القصة ماشية اول قصة او اخر قصة وقعت الامن او الدرك قالوا باللي هاد النوع ديال العصابات كان ناشطة بزاف في السنوات الاخيرة وتم عتي قال ازيد من خمسين شخص كلهم متورطين وتوزعت عليهم احكام اللي وصلت بالبعض منهم الخمسة عام ديال الحفز ولكن رغم هاتش كله كيبان بان الشبكات مازال كتجدد العضاء دياله وكترجع تخدم بطرق ووسائل جديدة اللي خلت الدرك الملكي يتحرك بسرعة هو شكاية هاد راجل الامن اللي تعرض للصريقة وناس اخرين بالعشرات وبالفعل بتنصيق محكم بين الدرك الملكي والفرقة الوطنية تم توقيف المتهم الرئيسي اليتميين بانه يتزعم هاد العصابة الى جانب اخرين هات الشخص اخواني اخواتي كان موضوع 13 مذكرة بحث وطنية بسبب تهم الخطيرة اللي كنت عندها وهي تكوين عصابة اجرامية عن النصب الاعتذاء وحتى توهم دير الاقتصاق التحرية الاولية بينات بان هات العصابة عندها اسلوب احترافي كتعتامد على وسطها باش يستدر جد ضحايا دياله مثلا كيف قتلكم كانوا كيغريوهم بحقيبة عامرة بالاورو وكيوهموهم بان العرض غاديكون مغري بزاف ولكن الحقيقة الهدف ديالهم هو الفخصاته الاعتذاء الدرق يقول بالله هات العصابة كانت كتستهدف رجال الاعمال اللي كيجيوه كانوا جحنوا الواحد جاب معهم مبارغ مالية كبيرة كتوصل حتى المليون سانتيم وكتطيحهم فالفخ في الاماكين نائية على الغابات والاراضي الخلاق هاته مسالة شهنة فالتزامن مع التحقيق في هذا الواقع وقع نفس السيناريو مع مقاوي المنتازع هات السيد حتى هو تعرض لصريقة ديال ست المليون سانتيم بنفس الطريقة استدرجوا طمعوه بعروض الأورو قالوا لي غاديتتغنى وغا تولي لبس عليك اكتر ومن بعد هجموا عليه بالصواطر وصرخوه وصرقوه الدارك او الفارقة الوطنية دي مخدامين على قدم وصع فباش يطيحوا هات الشبكات وخلال هات السنوات الأخيرة تمكنوا من اعتقار رؤوس كبيرة فهذا النوع ديال الجرائم اللي راكمه مبارغ مالية خيالية ودارو ثروات ضخمة جدا من نعبو الصريقة والأسوأ هو ان عندهم شبكة دير السماسيرة من شاشرين في مراتك مختلفة بالمغرب يستهدفوا حتى الناس ما عندهمش تجريبة في المعاملات المالية الرسالة اللي خاصة وصل خاصة تكون واضحة ما كينش تريبح السهل واللي كي غريك براس المال لقليل راه بغي ينصب عليك اي معاملة مالية ما بيناش او ما واضحاش راه خاصة تكون حاذير منه حذي صواريك مزيان لان هات العصابات ما كترحم حتى واحد سواء كان غني او فاقع خاصة نكونوا واعين ونبقوا دائما حاذيرين من اي معاملة مالية ما بيناش واضحة لان بحالة العصابات ما كيرحموا حتى واحد وكيستغلوا الجهل والطمع باش ينفذوا المخططات الاجرامية ديرهم والدولة دائما في المواجهة ولكن حتى المواضحين حتى هو خاصة يكون مساهم في الحفاظ على الامن والاقتصاد تحياتي لكم وخليوا اراءكم على هذا الموضوع واش عندكم قصص بحال هذه او على فلوس مزورة او عملية النصب من هاد النوع او سبق لكم شفتوا بحالة الجرائم من قبل اكتبوا لي اهنا وشاركونا بالتعليقات وخليكم دائما متابعين باش نوكبوا التطورات في هاد النوع من الملفات الخطيرة تحياتي العطيرة لكم جميعا اخواني اخواتي والى موضوع اخر باذني المولى عز وجل قضية جديدة مع محمد البودري على قناة كلاش تيفي قضية جديدة مع محمد البودري على قناة كلاش تيفي